بوليس التأمين معروف جماهير العلماء من المحققين يقولون بأن التأمين الاختياري على الحياة محرم عقد مقامرة وعقد غرر وهذه فتاوى المجامع الفقهية التأمين الكل على الحياة محرم فتاوى المجامع الفقهية لأن هذا العقد عقد مقامرة وعقد فيه غرر أو ينطوي على الغرر وقد ذكرت الأخت صورة من صور الغرر ألا وهي أن الزوجة المؤمن المؤمن عليه هو وأولاده أو المؤمن لأولاده دفع قصة واحدة وشركة التأمين اضطرت بناء على هذا العقد عقد المقامرة وعقد الغرر أن تدفع له قيمة التأمين كاملة مع أنه لم يدفع إلا قصة واحدة وهذه مقامرة وهذا غرر وقد يضطر الرجل المؤمن أي الذي وضع أمواله في شركة التأمين قد يضطر أو قد يضع أمواله كاملة أقصد أموال الأقصاط كاملة ولا يحدث علي حادث بحال أو لا تعرض لحادث بحال ولا يأخذ من الشركة شيئا فهذه أيضا مقامرة وهذه صورة من صور الغرر فلا تعلم شركة التأمين كم ستأخذ وكم ستدفع أثناء توقيع العقد ولا يعلم الرجل الذي وضع أمواله في شركة التأمين كم سيدفع وكم سيأخذ أثناء توقيع العقد ولذا فالمجامع الفقهية المجامع الفقهية وبرأي جمهرة أهل العلم أفتت بحرمة التأمين الكل على الحياة ومن ثم فهذا المال الذي ينتج عن هذه الشركات بعد رفع هذا القصط أو قصطين أو أكثر إنما هو مال حرام عند علماء المجامع الفقهية ومن أراد أن يراجع هذا الكلام بالتفصيل فليرجع إلى الموسوعة الاقتصادية لأستنى الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى وقد نقل فيها فتاوى المجامع الفقهية أعلم أن هناك من أهل العلم كالدكتور مصطفى الزرق مثلا وغيره رحمهم الله تعالى قد أفتوا بجواج ذلك لكنهم خالفوا جمهرة العلماء فأنا أنصح هذه الأخت الفاضلة أسألاني عوضا خيرا وأن نرجق الحلال الطيب أن لا تأخذ إلا مالها فقط أما هذه الزيارة فلا تتركها وتنفقها في أي باب من أبواب الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أحرمها الأجر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليدا أسأل الله أن يجبرها في أولادها إنه على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر